أهلا بحضراتكم من جديد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنصف رمزا تاريخيا من رموز الأهل الناصعة أطلق اسم الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وأحد رموزه الكبار تاريخيا على قاعة اجتماعات مجلس إدارة النادي في مقر مدينة ناصر تعرفين مقر الجزيرة قاعة مجلس الإدارة يطلق عليها اسم الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله انصافا وتقديرا وامتنانا واحتفاءا واحتفالا وامتنانا بدور الكابتن حسن حمدي في خدمة النادي الأهلي عبر عقود طويلة خلت مجلس الإدارة يحفظ له جزءا من هذا الحق ويطلق اسمه على قاعة المجلس يا بشماندس كيف أنظر أنا إلى مثل هذه القرار أنظر هذا قرار تاريخي وصابقة تاريخية لم يسبق أن كرم أحد بإطلاق اسمه على منشأة في حياته أيوة أن يحضر لحظة التكريم ويستمتع بها ويشعر بها صحية ولكن مع كابتن حسن حمدي حسن أنفع لهذا المجلس بأن يسن هذه السنة كم من شخص يبدل من الجهد الكثير دون أن يجد الإنصاف إلا بعد ما يتوفى الله فيلاقي كلمتين حلوين يتقالوا في حقه ما يستمتعش به كابتن حسن عانى ما عانى صحية وأنا بقول لك تشعر وكأن نجاحه في النادي الأهلي كان ينبغى أن يدفع عنه ضريبة ضريبة طبعا أليس تفجير القضايا في توقيت معين قبل اتخابات بيومين أو ثلاثة ثم يبرأ منها جميعا إذن كرمة كابتن حسن مرتين عندما برأ في أنصفه القضاء من كل ما من كل وهذا هو القضاء الذي لا يمكن الحديث فيما يخصه وإنما أن يأتي التكريم الأدب من المكان الذي أفنى عمره فيه وهو لاعب كابتن فريق إداري فريق مدير كورة عيدو مجلس إدارة أمين سندوق نائب رئيس ثم رئيس يحصد أعظم نتائج الأهل يحصد أعظم النتائج في عصره كان يعني من المهم جدا أن يلقى هذا التكريم وأن يستمتع به وأن يشعر به ألف مبروك كابتن حسن على هذا التكريم المستحق الذي وضع سنة نرجو أن تستمر الحقيقة يمكن الكلام عن الكابتن حسن يحتاج فترات طويلة جدا وأن أعتقد الاتحاد الأفريقي لكورة القدم قبل عامين تقريبا لما كرم الكابتن حسن حمدي كأنجح لرئيس لنادن في أفريقيا كان يدرك حجم ما حققه هذا الرجل من إنجازات في اجتماعات أدس أبابا الاجتماعات الأخيرة لمجلس عيسى حياته قبل رحيله كان حريص على تكريم الكابتن حسن حمدي بصفة شخصية شخصيا كأفضل رئيس لنادن في أفريقيا كلام كتير على دور الكابتن حسن حمدي وعطائه للنادن الأهلي بس ببساطة وباختصار أعتقد حسن حمدي كابتن حسن حمدي كمدير الكورة يذكر له تاريخ كورة القدم في مصر هو أول من عمل على تطوير لوائح كورة القدم وتفعيل دور مدير الكورة أول واحد عمل لوائح كل ما تشوفوا ليحة منضبطة تدير شأن كورة القدم في النادي ومن ثم تستلهمها بقية الأندية اعرفوا أن مصدرها كان هذا الرجل أنا شاهد عيال صحيح ما أنا بقولك الكابتن حسن يحتاج لحلقات وإن شاء الله نحاول أن نوفيه جزء من حقه وهو كبير وعظيم لما دخل مجلس الإدارة لأول مرة أنا عندي كتاب صغير كده اسمه الفانيلا الحمرة كان الدهول الكابتن عمجيد نعمان علي رحمة الله كان راصد لي الناشئين اللي في النادي الفرق الصغيرة محمد حمدي اسماعيل وهو كابتن حسن حمدي لما سؤل وهو ناشئ عن مسلك الأعلى وهو ناشئ عنده 14 سنة تقريباً قال لهم صالح سليم فبصوا واخد الكابتن صالح مسأل أعلى حتلاقوا الاقتران الشرطي الدائم في مسيرتهم كابتن صالح مشرف على الكرة في النادي كابتن حسن كابتن النادي ثم مدير له الكرة معاه يدخل الكابتن صالح رئاسة النادي في الدورة الثانية دورة 84 يقع اختياره على كابتن حسن حمدي عضو مجلس درب التعيين ويفضل ماشي معاه طوال هذا الدرب الطويل إلى أن يتسلم الكابتن حسن رئاسة النادي بعد وفاة الكابتن صالح في 2002 ويستمر حتى 2013-2014 رئيساً للنادي الأهلي الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخزل حسن حمدي مرة واحدة واحد من القلائل اللي ماءاً تقدم للجمعية العمومية في أي انتخابات على أي مقعد إلا ونال الثقة الكبيرة فأنا أعتقد دوره كمان في تفعيل عوائد البث وتعظيم عوائد ومدخلات النادي الأهلي كابتن حسن حمدي ومجلس إداراته وقتها في 2008 خاض الحرب بالدروس لتحرير سلعة كرة القدم عشان يقول أن مباريات الدورة حق لكل نادي كل الأندية التي تنعم الآن بعوائد البث وحقوق الرعاية لازم أن تذكر هذا الرجل ومجلس إداراته بكل الخير والعرفان الأهلي وقتها لو تفتكره في 2008 تعرض للرجم الشديد وهو بيحاول يحرر سلعة المباريات مباريات الأندية من قبضة الاتحاد وجاب ورشة عمل لخبراء من الدورة الإنجليزي وكان وقتها مع انطلاق قناة الأهلي ولم تذع وقتها مباراة للأهل والأولمبي احتراماً أو بداية خوض هذه المعركة لتحرير هذه السلعة كل الناس اللي هجمت الكابتن حسن بعدها نعمت كثيراً في عوائد وحقوق البث تتمتع بنتائج معاركة كلها بلا استثناء تتمتع الآن بكل هذه الكعكة الخاصة بعوائد البث والرعاية فما فعله الكابتن حسن حمدي لكرة القدم المصرية ولكرة القدم الأهلوية ولمنظومة النادي الأهلي عمتاً يستحق على قول التكبير أستاذ إبراهيم إن هو بيدفع ضريبة نجاحه في النادي الأهلي وانتمقه النادي الأهلي إنك إنت لما يصل الأمر إنك عشان بينك وبينه موقف شخصي وعايز تخلص منه تبقى لما تجيلك الفرصة كوزير تقوم تروح مغير اللوائي عشان تطيح بمجلس بأكمله ها؟ وبعدين لما تجد إنك ده مش كافي ثم تحل هذا المجلس لمدة ثلاث ساعات قبل ما يطلع عبدالصور يامن حل المجالس الإدارات صحيح صحيح اتعامل فيه كده ليه؟ لأنه رئيس ناجح للنادي الأهلي من واحد كان في القارب معاه ولكنه ما كانش قادر يحتمل هذا النجاح صحيح وسلم الكابتن حسن حمدي الراية والأهلي ترثيبه الكام مش محلياً ولا في بطولة الدوري وعلى جد والمسابقة الدوري ولا متخنئين على نقطتين ولا صلى الأهلي بتتأجله مباريات ولا أفريقياً والنادي الأهلي نادي القرن والكابتن صالح بيتسلم المسابقة التاريخي لا كمان حسن حمدي يسلم راية الأهلي والأهلي الأول عالمياً الأكثر تتويجاً على مستوى العالم في البطولات القرنية في مدينة نصر تخليد لقيمة عطاء هذا الرجل وسنة طيبة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تكريم المخلصين من أبناء النادي في حياتهم وده النقطة المهمة اللي أشار إليها المهندس عدلي ترجمة نانسي قنقر